أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الحلقة حول باب حجج الله على خلقه من كتاب الكافي الشريف الأحاديث التي جمعها الكليني رضوان الله تعالى عليه من أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأودعها في هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس لله على خلقه أن يعرفوا وللخلق على الله أن يعرفهم ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يفعل شيئا عبثا أو لغوا أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذن الله سبحانه وتعالى لأنه حكيم والحكيم لا يتصرف اعتباطا وعبثا لذلك خلقه وتدبيره لأمور الخلق إنما هو لمصلحة لغرض في ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الناس خلق الجن ليرحمهم لا يحتاج إلى ذلك الخلق لأنه غني أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله غني من كل الجهات فلا يحتاج إلى خلقه ولا يحتاج إلى شيء إطلاقا زين ما دامه غير محتاج فلماذا خلق الخلق خلق الخلق لحاجتهم لا لحاجته وقد ذكرنا فيما مضى أن القادر الذي لا يكلفه الخلق والرحم لا يكلفه شيئا لا ينقص منه شيء ولا ينقص من ذاته أو من قدرته أو من خزائنه شيء إذا لم يخلق ولم يرحم هنا محل السؤال أنت لم يكلف كذلك شيئا فلماذا لم تفعل الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم زين الخلق الله سبحانه وتعالى رحمهم برحمة عامة آصل خلقهم هو رحمة لهم ثم بعد ذلك غمرهم بالنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه النعم من كل الجهات تحيط بالمخلوقات لكن هناك رحمات خاصة هذه الرحمات الخاصة بحاجة إلى قابلية هذه القابلية يوجدها الإنسان بأعماله الصالحة يعني الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويجتنب عن المنكرات والفحشاء ويطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمره تترقى نفسه وكلما ترقت نفسه هنا استحق فضلا من الله سبحانه وتعالى زيادة على الرحمة العامة لذلك الله سبحانه وتعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يعني الذي يتقي المعاصي والذي يفعل الطاعات هذا يستحق رحمة خاصة لذا الله سبحانه وتعالى رحمان هذه الرحمة عامة شملت كل الموجودات ورحيم هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين الفرق بين الرحمن والرحيم هو هذا أن الرحمن دلال على رحمته العامة حتى الكفار حتى المنافقين حتى إبليس وحتى ذريته الله سبحانه وتعالى رحمهم برحمة عامة لكن الرحمة الخاصة هي المدلول بقوله الرحيم هذه رحمة خاصة لأن هذه الرحمة منشأها المحبة الله يحبهم فيرحمهم لذا في وصف النبي الله سبحانه وتعالى يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم الرسول بالمؤمنين رؤوف الرأف هي شدة الرحمة ورحيم هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين لكن هناك رحمة عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين زين الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه كما قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم زين شنو طريق هذه الرحمة الخاصة العبادة كما قال وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون زين ما دام الله سبحانه وتعالى لم ينزل شريعة أو لم ينزل تفاصيل الشريعة فهل هؤلاء الناس مكلفون بتلك التفاصيل كلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما دام الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل فليس المطلوب من الناس العمل بالشريعة التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى على الناس هذا تكليف ما لا يطاق يعني يطلب الله سبحانه وتعالى من الناس أن يعملوا بشريعة لم ينزلها أو يريد منهم أن يعملوا بأحكام لم ينزلها عليهم هم لا يعلمون بتلك الأحكام فإذا لم يعلموا بتلك الأحكام كيف يطلب منهم وإذا عاقبهم على أحكام لم ينزلها عليهم هذا يكون من الظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ليس بظلام للعبيد يعني الآن من باب المثل في السنة الأولى من البعثة في هذه السنوات الأولى أكثر الأحكام ما نزلت على الرسول زين المسلمون الذين كانوا في تلك الفترة ثم ماتوا أو قتلوا مثل عمار مثل والد عمار بن ياسر يعني ياسر وزوجته سمية أم عمار هؤلاء قتلوا في مكة في أوائل البعثة زين في هذه الفترة في أوائل البعثة حينما قتلوا أكثر أحكام الشريعة لم تكن قد نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله هل يوم القيامة يسألون عن تلك الأحكام التي نزلت بعدا؟ كلا لا يسألون فضلا عن الحساب وفضلا عن العقاب لأنه عقاب من لم ينزل عليه حكم بتركه ذلك الحكم هذا يكون ظلم فما دام الله سبحانه وتعالى لم ينزل الأحكام هنا الحجة للناس لذا في الآية الشريفة يقول لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني قبل الرسل أكو حجة لذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لكن بعد الرسل لا توجد حجة للناس رسل المبشرين أو منذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإذن ما دام الله لم يرسل الرسل أو ما دام لم ينزل الأحكام الناس لهم الحجة فلذلك إذا لم يعرفوا لا يحاسبون ولا يعاقبون على عدم معرفتهم لكن على الله البيان وإذا الله بيّن على الناس أن يتبعوا فإذا لم يتبعوا استحقوا العقاب لماذا على الله البيان من باب الوجوب العقلي لأن الله حكيم والحكيم لا يفعل عبثاً لماذا خلق الله السماوات والأرض لماذا خلق الإنسان للرحمة إذا كانت هذه الرحمة لازم يعرفهم هذه العبادة لو ما عرفهم هذه العبادة يكون العمل لغوة والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث لماذا خلقهم ما هي طريقة الرحمة العبادة هل الناس بذواتهم يعرفون كيفية العبادة كلا إذا الله ما علمهم ما راحوا يعبدون ما راحوا يستحقون الرحمة الخاصة فلماذا خلقوا يكون عبث والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث هذا ما يعبر عنه في علم الكلام وكذلك يبحثونه في علم الأصول في مسألة الإجماع ما يعبر عنه بقاعدة اللطف الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده لأنه لو لم يلطف بعباده كان خلقهم عبثاً وهو منزه عن العبث كبعض الأحيان المتكلمين يعبرون هذا التعبير يجب على الله مثلاً ليس مقصودهم أن الله مكلف لا نحن مكلفون الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلف الخلق ولا حق لأحد على الله سبحانه وتعالى إلا إذا الله سبحانه وتعالى جعل الحق على نفسه كما قال حقاً علينا نصر المؤمنين لكن لا حق لأحد على الله بالذات لكن من ذاك الطرف الله حكيم يعني يعمل بحسب حكمته فعندما يقولون يجب على الله معنا ذلك أن مقتضى الحكمة هو هذا ولأن الله حكيم فهو لا يفعل شيئاً خلاف الحكمة هو قادر يتمكن قدرته غير محدودة بحد لكن الله سبحانه وتعالى لا يعمل هذه القدرة إلا بحكمة لذا حينما يخلق يخلق بحكمة حينما يميت يميت بحكمة حينما يتصرف في هذا الكون بتدبير أموره كل ذلك بحكمة يعني لا يوجد فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى بلا حكمة هو قادر لكن حكيم ولذلك ضمن إطار الحكمة يكون خلقه وتدبيره وكما ذكرنا فيما مضى صفات الفعل من شأها صفات الذات يعني الله لأنه حي عالم قادر مختار حكيم لذلك خلق الخلق ولذلك يتصرف في ذلك الخلق يعني من شأ صنع الله سبحانه وتعالى علمه وحكمته والحكمة ترجع إلى العلم وقدرته وحياته واختياره التي هي عين ذاته لا اثنينية بينها بين صفات الذات وبين الله سبحانه وتعالى بل هي هو إذن اللطف مقتضى الحكمة والله لا يخالف الحكمة زين هذا اللطف على أقسام تارة اللطف يكون من فعل الله سبحانه وتعالى مثل إرسال الرسل نصب الأئمة عليهم الصلاة والسلام إظهار المعجزات على أيدي الأنبياء والأوصياء هذا من فعل الله سبحانه وتعالى وليس من فعلنا في شيء يعني إرسال الرسل الله هو الذي يفعله نحن رضينا لو ما رضينا طلبنا لو ما طلبنا الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة هذا لطف من فعل الله سبحانه وتعالى زين قد يكون الفعل فعلنا الفعل يكون فعلنا يعني أن نتبع الرسل أن نأتمر بالأوامر أن ننتهي عن النواهي هنا الله سبحانه وتعالى لا يجبرنا على ذلك لأن إجبارنا على الاتباع على الهداية على ترك المعاصي هذا خلاف الحكمة لو الله كان يريد أن يجبرنا يتمكن من الجبر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء مشيئك تكوينية أن الجميع يكونون على هداية يتمكن من ذلك لكن هذا خلاف الحكمة لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختارا وهديناه النجدين وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَعَ على الهدى الله لم يمنعهم وإنما الله مقتضى اللطف أن يرسل الرسل ويأمر الناس باتباع الرسل زيانهسة الناس اتبعوا فيسعدون ما اتبعوا فيشقون إذن إذا الفعل هو فعل الله سبحانه وتعالى وكان هذا الفعل هو مقتضى الحكمة فالله سبحانه وتعالى يصنع ذلك الفعل كإرسال الرسل وإذا كان الفعل فعل الناس فعل الناس هو الذي يقربهم إلى الرحمة التي خلقوا لأجلها فهنان مقتضى الحكمة أن يعرفهم الله سبحانه وتعالى يبين لهم ويأمرهم باتباع الرسل مثلا والاعتمار بأوامرهم والانتهاء عن نواهيهم زيانهسة الله كيف يأمر تارة عن طريق العقل وتارة عن طريق النقل إرشادا إلى ما يدركه الإنسان بعقله إذن هذا الحديث يقول ليس لله على خلقه أن يعرفه يعني قبل أن يرسل الرسل وقبل أن ينزل الشرائع أو تفاصيل الشرائع هنا الناس لهم الحجة لكن اللطف من الحكمة لذلك وللخلق على الله أن يعرفهم لأن ذلك مقتضى الحكمة والله سبحانه وتعالى فعله يكون مطابقا للحكمة زيان هسا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وبين الشرائع ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا لازم تطيع الآية تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما دام الله أمر المستطيع بالحج فهذا من حقوق الله على خلقه أن يقبل وأن يطيع وهكذا في سائر الأمور سائر الأمور أيضا لله على الخلق أن يقبلوا فإذا لم يقبلوا عملا الله لا يكرههم ليتم الامتحان لكن هؤلاء يستحقون العقاب فإن كانوا مشركين يعني لم يقبلوا الإيمان الله لا يغفر لهم إن الله لا يغفر وأن يشرك به لكن إذا صحت عقيدتهم وارتكبوا ذنوبا قد الله سبحانه وتعالى يغفر تلك الذنوب أو يغفر بعض تلك الذنوب وقد لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمغفرة للمؤمنين معلق على مشيئة الله طبعا مشيئة الله ليست اعتباطا وإنما مشيئته أيضا بحكمه هذا الحديث الأول كان عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الحديث الثاني أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عبد الأعلى ابن أعين أخو زرارة يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال سألته أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا أو من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا أكو بعض الناس قاصرون الإنسان القاصر معذور لا يعاقب على قصوره مثلا في اليوم الذي بعث الرسول صلى الله عليه وآله الناس الذين كانوا في أقاصي شرق الأرض أو كانوا مثلا في أمريكا الجنوبية أو في مناطق أفريقية وهؤلاء ما كان يمكن عن طريق الوسائل الطبيعية أن يعلموا ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله زين هؤلاء لم يؤمنوا بالرسول لماذا لم يؤمنوا؟ لا عنادا لو كانت تصلهم دعوة الرسول لعل بعضهم كان يؤمن كسائر الأقوام حينما وصلتهم دعوة الرسول قسم آمن وقسم ما لم يؤمن لكن أولئك الذين لم تصلهم الدعوة هؤلاء لم يؤمنوا لقصورهم لعدم تمكنهم لعدم وصول الدعوة إليهم ولا هم كانوا يتمكنون من الوصول إلى هذه الدعوة هؤلاء يعبر عنهم بالجهال القاصرين هذا الجاهل القاصر هل معاقب على جهله القصوري؟ هل لا؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلا الذي يستضعف فلا يؤمن تارة مقصر هذا يعاقب ذول شنو مصيرهم؟ مصيرهم النار مع ذلك يتم الاستثناء إلا المستضعفين من الرجال والولدان والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم يعني إذا كانوا قاصرين لعل الله يعفوا عنهم لماذا قال عسى؟ لأن بعض هؤلاء لعل قصورهم مشوب بالتقصير أو لعله إشارة إلى ما في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يختبر هؤلاء الجهال القاصرون الجهال القاصرين يختبرهم في يوم القيامة فإن نجحوا في الامتحان غفر لهم وإن سقطوا في الامتحان ألقاهم في نار جهنم لذلك جاءت كلمة عسى وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله زين ذاك اللي في يوم بعثة الرسول كان في مجاهي الأفريقية أو في أمريكا الجنوبية أو في أقاصي جزر آسيا وكان حسب الطرق الطبيعية مستحيل أن تصله الدعوة هذا الإنسان لا يعذب صحيح الله بعث في مكة الرسول لكن هذه البعثة لم تصل إلى هذا الإنسان وعذابه ظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم زين هذا بالنسبة إلى أصل الدعوة وكذلك بالنسبة إلى الأحكام الشرعية لعل من هذا الحديث يمكن استفادة أصل البراءة زين رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن الأحكام زين بعد الرسول تم منع تدوين الحديث إلى زمان عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز إلى زمانه هو الذي فتح جزئيا تدوين الحديث كان في حدود السنة المائة من الهجرة يعني تسعين سنة بعد الرسول صلى الله عليه وآله زين العلوم إذا لم تدوّن هي معرضة للضياء زين إحنا ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وصلتنا الأحكام لكن أنت احتمل أنه بعض الأحكام بسبب فعل الظالمين لم تصلنا أو واصل الحكم لكن السنة الضعيف لا يمكنك أن تعتمد على ذلك السنة مثلا أو الدلالة غير واضحة المدلول من الحديث غير واضح إذا أجريت أصل البراءة زين قبح العقاب بلا بيان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه زين ثم في يوم القيامة تبين أن هذا الشيء كان واجبا وأنت تركته أو كان حراما وأنت فعلته وأنت لم تقصر في المقدمات بحثته أو إذا هو مقلد قلد مشتهدا جامعا للشرائط هذا معذور والله لا يعاقبه على ذلك سواء في الأحكام مثل المثال اللي ذكرنا أو في الموضوعات يعني مثلا سوق المسلمين حجة أمارة شرعية سوق المسلمين زين إذا واحد ذهب إلى سوق المسلمين واشترى طعاما وأكل ذلك الطعام ثم تبين أن ذلك الطعام كان حراما يعني هذا القصاب مثلا لم يراعي الموازين الشرعية في ذبحه فاللحم كان حرام أو هذا الذي صنع الطعام لم يراعي الموازين الشرعية في الطهارة والنجاسة فالطعام كان نجسا زين هذا الذي أكل هذا الطعام معذور أو غير معذور هو معذور لماذا؟ لأن الشرع عباح له أن يشتري من سوق المسلمين وأن يأكل من سوق المسلمين وهذه أمارة شرعية فإذا واقعا كان حراما أو نجسا هذا معذور والله سبحانه وتعالى يعذره لماذا؟ لأنه عمل على حسب وظيفته الشرعية فسواء معنى هذا الحديث من لم يعرف شيئا هل عليه شيء أو من لم يعرف شيئا هل عليه شيء يعني أكو عليه عقاب مثلا الجواب؟ كلا سواء كان معناه في أصل مساء الأصول الدين يكون جاهل قاصر فهو معذور أو في فروع الأحكام أو في الموضوعات إذا عمل على حسب الموازين الشرعية ثم تبين له خطأه فهو معذور مثلا الآن يكثر السؤال عن هذه الظاهرة الإنسان يقلد مجتهدا زين هذا المجتهد صرف وقته في استنباط الحكم الشرعي بس المجتهد مو معصوم قد يخطئ يمكن يعني كل أهل خبرة قد يخطئ الآن أنت تروح إلى أهل الخبرة يعني أعلم الأطباء أعلم الأطباء قد يخطئ في مورد المثل المعروف الجوات قد يكبو والسيف قد ينبو زين هذا المجتهد وهو متخصص في مسائل الفقه يقول أعلم العلماء أخطأ في فتوى شوف بعض الأحيان فتاوى العلماء مختلفة ونحن مخطئ لا نقول كل هذه الفتاوى هي مطابقة للواقع إحدى تلك الفتاوى مطابقة للواقع والفتاوى الأخرى قد تكون خطأا زين هذا إذا أخطأ لكن هو بذل جهده وعمل على حسب الموازين الشرعية هو معذور زين المكلف المقلد إذا عمل بتلك الفتوى من عالم جامع للشرائط فذلك المكلف أيضا معذور هناك أحاديث أخرى في هذا الباب ندعوها إلى حلقة قادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا الحقائق وأن يوفقنا لاتباع الأنبياء والرسل والعلماء هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعاله الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة